في 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس عشان يقدر يمول بناء السد العالي كانت خطوة مهمة وجريئة بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد وبدأ العدوان السلاسي على مصر وفي جالسة مجلس الإدارة يوم 22 نوفمبر 1956 طولي الاقتراح المقدم من السيد الأستاذ علي جمال الدين أبازة بشأن فتح باب التبرع لشهداء بورسعيد من أعضاء النادي وأرفق اقتراحه بشيك بمبلغ عشرة جناهات مساهمة من سيادته فقرر المجلس الترحيب بهذا الاقتراح والعمل على تنفيذه وإبلاغ سيادته بذلك وشكره على أريحياته وده